السلام عليكم لبنات والميمات ولي كديرين لبس عليكم كنتم مننا تكونوا باخير وعلى خير ولقاكم ان شاء الله الفيديو ديالي في احسن الاحوال معا فيديو جديد ونار جديد ديتوا معاكم من صباح يالله ودخلت لبنات الماحل بقى في جلابتي عدا غدا ندخل هكذا لنشوف شنو هندير قلت نبدأ معاكم الفيديو نشارك معاكم في الصباحي ملو ان شاء الله اليوم غنشارككم فيديو زبين غنشارككم الكاب كيك سوف ندخلهم البنت اللي معايا اللي بناترى هم معايا جوج ديال العيالات واحدة سيدة وبنت بقى صغيرة مهم لما رأيك تدير الملوية الخبز الحرشة بوحد الحرشة وغزالة وجداتها كبيرة ندخلها لكم والبنت هكا فتقدة ديالي هي اللي كتعاوني باش من بعد هاد الشي اليومي هاد الكاب كيك البسبوسة ذاك الشي اللي كي يقدر كلها ها هي اللي غدتتك بيه وانا لكوموند بحل برحل البنت كانت عندي كوموند ديال المملاحات ها هي ها هي البنت كانت عندي راني موجودة السيدة وخليها ليا حتى تجي كنت مدروكة ما حلتي ذاك الشي اللي ذاك الشي اللي كنحط فيها كل نهار ما حلتي الكوموند ديال المملاحات وراءكم عارفين المملاحات الصغرين كي يشدوا اليد وكيشدوا الوقس يعني قلت خاص وحده داب الناس ويلفوا الكاب كيك يومين داب الناس ويلفوا خاص وحده اللي نعلمها يوميا نديرهم وانا الكوموند دا بغت نوجد تشي تورتات نعمرت للاجاج حل محببا غنديرها ما كي قدنيش الوقت المهمة علينا داب نوريكم الفيتانينا شنو باقي فيها نوريكم الحرشة وندخلكم معاي باش نشارك معاكم داكش اللي غندير ان شاء الله وخليكم معايا مهمة البنات ها ها هما الكاب كيت نشاركوا معاكم دابة بقوغي جوجات يأتيون غزالين يعيشون الناس ويأخذوهم وخلص الناس لدينا زرع مية في المية زرع لا يوجد مية في المية ولكن زرعوا الفرصة كان هناك الكبارين جوجدرها مونس وهذه الصغارين البنات بدرها مونس او ما الصغارين هذو بثلاثين ريون هذو ملأتمين اللي دايره هنا هادو ليوز بقوغي جوجات ها نعابدهم فلطها يسا ويأيتم هلا دوري الله اصبتهم ديا الصابلي هادو بثبوصة صغارة وننطرهم عند ربرهم لبثبوصة عادي بالبيتزاد في ونطر 5 الحبات هذه البريوش هادو سنعابدهم لانه بقوغياب هننطرهم جدادين في العشية هذا هو صافي وصافي سوف نشارك معكم سوف نشارك سوف نشارك وهذه المملاحة البنات التي وجدت البارح ثلاثة كبارين سوف نشارك هذه المملاحة المملاحة 60 درهم هذه المملاحة ثلاثة ثلاثة ونمتع سوف نظيف الآن سوف نحن السيدة ثلاثة سوف نحن نحن لنجد السيدة سوف نشارك في 12 نهار سوف نحن نعره رائعة سوف نجد سميدة الصفراء ومشترون البنات هنا في طفلت يدرون الحرشة بسميدة البيضاء ومعرفتها لقد عرفتها ومعرفتها وهو مزوينة وغليد الحرشة ومعرفتها ومعرفتها وجدت سيدة الصباح هذا ما يبقى فيها هذا ما يبدأ سوف ندخل ونشاركه ونشاركه ونجدت ونجدتها هنا هنا لن تحبس الطريق ونجدتها ونجدتها هنا سوف نجد برز برز ونجدتها 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 هنا من الأسف لنجدتها ونجدتها لنجدتها ونجدتها لنجد بيضاء ونجدتها كافة ملحة ونجدتها 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 يجب أن تضع الخليط بالبطغ يضعف الحجم و يعطينه كمية كثيرة هنا يجب أن تضع 20 حبة وبعد المرات يضعوني 18 حبة فرق في الخدمة يعني إذا طلعتهم مزيان وخدمتهم بالبطغ مزيان وضعف الحجم سيضعون كمية كثيرة هنا بعد ما طلعت الساندة والبيض مزيان سوف نضع كاس الزيت بالنفس الكاس اللي عبرت بي سكار ساندة سوف نضع كاس واحد سوف نخدمه مزيان مزيان حتى ينساجم سوف نضع الكيك ناجح و خفيف و يعطينا كمية كثيرة سوف يجب أن تضعف الحجم في مول كبير أو صغر سوف يجب أن تضع كاس و نصف المدافئ ليس سخون طيب ولكن دافئ هذا هو السر أنه يجب أن تضعوا حشاشة الكيكا يمكنك لكم سخون يمكنكم تخطو المغيم الروبيني سوف نضع الكيكا سوف نضع الكيكا سوف نضع الكيكا إذا فأنت هدفت بي سخون اللون و تريد الحجم سوف نضع الكيكا سوف نضع الكيكا سوف نضع الكيكا يمكن ان يكون قسفته قليلا من خلال الخلط الخفيف يكون خلال كثير من فوق إنه خليط خفيف يكون صغيرا إذا كان الخليط الخليط خليط يتنفخ وبتحن فوق 3 معلقة صغيرة تقدر 3 صشيات معلقة صغيرة ستعطينا 8 جرام مهم الصاشية 8 جرام الخميرة ثلاثة معلقات ثلاثة الصاشية سوف نخلط مزيان حتى نسجم الطحين مع الخميرة سوف نزيد الطحين لأن الخالط باقي خفيف سوف نحضر ثلاثة الكيسان ونص الطحين تقريبا سوف نخلط مزيان ونوريكم كيف يجب الخالط يكون احترامي سوف نقري وما نقري نقري الخالط نتجع الخالط سوف نتجع البلد لا اصبح البلد يجب أن نضعها من 4 قوارات و يجب أن نضعها من خلال فوق لنضعها من خلال فوق تركتهم بإجابة بعد أن أخذها من خلال كوارت نضعها من خلال 4 قوارات نضعها في من قياس 1 حتى 20 قوارات وعمرت ليها 18 ويبقى وجوش خاوين غدا نحيدهم مهم كان ناخد هذو الحوب يبدي الشوكولات انا واخدها البنت هذو المزيانين واخا كيدخلوا الفران ما كيدوبوش كيبقوا هكا من الفوق كيف مهوما هذوك اللي كيكونوا ناقصين شوية مليك الدخلهم الفران كيدوبو ما كيبقاش شكل ديالهم باين مهم صافي كان عمر هكا الوجه ديالهم بذوك الحوب يبدي الشوكولات وغندخلهم الفران الفران مش علاه انا عندي فران ديال قز مش علاه عفية مهيلة حتى يسخن مزيان عدك اندخلهم انتم ايلا عندكم فران دياله قدروا على 180 درجة ها هما البنت الكاب كيك بعدما يجدوا يجيو رائعين البنت يجيو الشكل ديالهم من الفوق بحل براوني ويجيو خفافين كيجو مشقين غزالين البنت هذو الكيمياء هذي اللي درس لهاكم انا بجوج ديال البيضات هاش حركة تعطيهني 18 درجة بعد المرات ستعطيني 20 درجة ولكن ما كان عمرش الكيسات بالزال إلا عمرتم بشي يجيوكم هاكا يجيوكم طالعين دروا 18 درجة ستعطيكم 18 حبة مهم البنات بكما تشمعكم جات واحد السيدة بغاية الخبز كي يجيو ارائعين هادو وموليداتكم المدراسة كي يجيو اغزال تبارك الله تبارك الله كي يجيوه يجيوه ومريد بدء سيبرد ويجيوه لتم تغطيه وموضى بريوش وموجد هذا والبنت قد توجد في البريوش ونزيد 1 كاك ومسافر هنا البنات سوف نجد اليوم الغداء جبت معي تشويه من الدار قلتها في الصيف الحرارة البنات هذه اليومين نرى الموت الحرارة هنا في تيفلت يكون صهد بزاف قلتها قبل أن نديره طاجين أو مرقال حيث تخون جبت معي تشويه هذه وصلتني من موقع جهاز دارك بمناسبة العيد عيد الأضحى ما بقالي هوال والبنات قد تقريبا شي عشر أيام هاكا العيد ستحتاجون الشويات ستحتاجون هذا الشي موقع جهاز دارك فيهم نقص فيهم على الأسواق التجارية يعني مرجان أسواق السلام موقع جهاز دارك نقص فيهم في الثامن رائعة البنات قلت هاكا يا رب لا ما نديروا هاكا طاجين أو مرقال غير كفتة للحوت ونشويه ونديروا معاه شي شليدة ونحن مغدين مهم لغداء البنات راك نديروه هنا وكنت غدوه مجموعين أنا والبنات اللي خدامين معايا أنا أصلاً ما كنمشيش للتار كنجيها كاكا للبنات معادي تسع دونس العشرة المخبازة سافيك لقى سيدة دارة الخوبص خدامة في الملوي البنت اللي معاييرها دابا غادا كنوريها دابا يرى البريوش ودك شحن محاجة كديرها دابا هي غاز وقدير ذاك شيء وانا غير نخوض غالي كومون مهم كنجي كنظل نهار كامل ما كنمشي حتى اللعشية تلديك ثمانية عاد كنمشي بالنسبة لوليداتي كتسولوني في التعاليق على بنتي كان واحد سيدة من العائلة قلسة معاهم كتبقى في الدار كان نوت الصباح كان نخلي اليوم الفطور ودك شو كتبقى معاهم هي حتى اللعشية بعدك الثمانية ونصت كنمشي انا صافي كان عشيهم وادا وكين عصوا وكيدلوا معاها في الدار بياخير مرتاحين أصلاً الحرارة ما عندهم فين يخرجوا المهم قلت هكا يا كيف ما قلت لكم كندير الأغضاء هنا في الماحل جبت معي هاد شوية هدي من الدار قلت هكا نديروا الكفتة جبت معي الكفتة دي الميرنة فيها الربيع فيها مهم غير العطرية اللي غدا ندير ليها قدرت الملحة قدرت هكا قديروا شوية البزار تحميرها شوية سودانية سوف نشكلهم قريسات وغنديرهم فتة شوية هادي كيف ما قلت لكم البنت هات شوية وصلتني من موقع جهز دارك غزالة غزالة كيف ماشتوا فيها كيجيوا في واحد جوش طبي صلات التحت هكا لقطر ليكم ليدام كتبقى نقية وكيجي فيها هات السلك هادا اللي كتحط فيه الكفتة سوسيت ده بجي العيد الكبير هكا غتبغيوا القطبان تبغيوا ستيك تبغيوا أي حاجة غتشويوها فيها فيها درجة الحرارة كتتحكموا فيها كتشوي لكم على درجة الحرارة عالية أي حاجة تقدروا تشويوها فيها وغتنفعكم البنات غتنفعكم بزاف ده بالعيد الكبير غتحتاجوها وصراحة الفاخر والدخن وكتغمق الدنيا مهم الفاخر ضروري نهارد الول ضروري منه ولكن من بعد البنات بحل انا هكا نعيد عند حماتي مني كان ارجع للدار ما يمكنش لي انشعل الفاخر في وسط الدار وكتغمق الدنيا ومعندي لابال كل اسطح لوالو كنفضل هات شوي هدي ما كتدير لدخل لاتشي حاجة كتشوي فيها هكا غاي في الكوزينة كتبقى الدنيا نقية وكيف ما قلت لكم موقع جاهز دار كدير فيها بروموسيون ناقص على جميع الاسواق التجارية مهم هتواصلوا معا وغتلقوا جميع المعلومات عليها تحت من هاد الفيديو في صندوق الوصف هتلقوا حسر رقم ديالهم ديال الواتساب تواصلوا معا وغتلكم جميع المعلومات للتامان وكل شي غتلقوا عندهم مهم احنا غنشوي هاد الكفتة هادي وهكا اسماء راكت تدير في شلادة في بصله وما طيشها وانا غنشوي الكفتة هكا ونتغده وعد نكمل معاكم ان شاء الله نهار ديالنا مهم كل نهار واشنو كنديرو كل نهار وليقسم الله كيف ما قلت لكم مع هاد الحرارة كيف ما قلت لكم مهم غادي نكمل نتغده ونكمل معكم ان شاء الله هنا يا لبنات مبقى عندي شي كيكا الكيكا اللي كانت صافيت مشاة تباعت قلت هادي شي كيكا كبيرا نقطعها مورسويات كيعجبوه من الناس هنا ياخدو كيكا مورسويات نفس الخاليط ديال كابكيك هاد الخاليط اللي شاركت معاكم دابة لبنات ديال كابكيك نفسو نفسو مازدت من قصتي شي حاجة خلطو ودرتو في هاد المول هادا اللي كان خديت من موقع جاهز دارك البنات رائع كيجي على شكل كيسين غنقسمهم وكل كاس غنقسمو من نص مهم هنا غنوجود واحد الصوس اللي غنخويه علامة الفوق وحت الصوس اللي اقتصادي وواعر بززاف كيجي رائع قدرت نص كاس ديال سكار سانيدا غنزيد عليهم معلقة كبيرة ديال مايزينة ديال نشا وغدنزيد الكاكاو معلقة كبيرة ديال كاكاو المور معلقة كبيرة تكون عامرة في هاد القيس اللي غنعطيكم راح كيفي بش يزيل لكم كيكا وحده سافيو غنزيد نص كاس ديال الماء الماء عادي من روبيني نص كاس هنزيدو عليهم سافيو غنحرك مزيين مزيين هاكا نشا والكاكا والسكار حتى كيدوبوا في ذاك نص كاس ديال الماء اللي يدرت ويمك تخلطوهم مع المبارد قبل ما تديرون فوق البوطة حتى كيدوبوا مزيين مزيين عادة باش غتحطوهم فوق البوطة سوف نزيد 50 جرام ديال الشوكولات وليك تديرو تمنيات المورسويات ديال 4 ريال غتديرو تمنيات كيعطيكم 50 جرام ديال الشوكولات ويمك تدرتوهم فوق البوطة حتى بدك يغلي الخاليط سوف يطفئ حيتهم فوق البوطة مباشرة وجيت هاكا اخويتو في هاد الكيسان هادو ديال كيكا كيجي لابنت هاد السوس هاده كيجي تقيل كيجي عاقد وكيجي لديد بزاف ويمه هاكا زيين تبي انا لوجه ديال كيكا بالنسبة لبنت هاده كيجي كنقطعها مورسويات وكن بيعهم ثلاثة الدرام لو مورسو مورسو راه كبير بنفس الثامن ديال كابكيك لان البنت كتطلع بنفس الثامن دياله كنضير لها ثلاثة درام للطرف وعد رفيا السوس ديال الشوكولات كابكيك مافيش وعد كنزيد هاكا خمسة درام ديال هذو حبيبات اللي كنزيين بيهم ديال الشوكولات مهم كنزيين هاكا بخطيطات كنهبط هاكا من هذو كل حفيرات اللي عمرت بصوص ديال الشوكولات كنهبط هاكا خطيطات في الجناب ديال الكيكا كيف ماشتو هاكا من الجناب صافي هنا يا لبنت غلن اخد هاد الحبيبات ديال الشوكولات كي يتبعو عند هذو كل محلات اللي كيبعو اللوازم ديال الحلويات خديت انا هنه غاي خمسة درام كنت واخدها هاكا مع التقدي فاش كنت قديت خديت خمسة درام منهم صافي دا بقلت نزيين بها هذو الكيكا هادي مهم غنزيين لالوجه ديالها كامل بهذا بهذا الكويرات ديال الشوكولات وغننحطها هاكايا غننحطها اليوم هاكايا نشوف اللات باعت كاملة مهم تامن ديالها كاملة لبنت ربعين درام ومن اللي غننقطعها مرسوية غننبيعهم ثلاثة درام المرسو مهم كنعطيكم الاتمينة كنعطيكم كل شي لبنت رما كان خبيدتها شي حاجة وربي شاهد عليها مهم هاد الشي اللي كاين هاكا دووزنا هاد النهار هادا هنا غيسر لي الفيديو ديالي معاكم هنقول لكم شكرا على حسن المتابعة وشكرا على تعاليكم الزوينة اللي كتخلي وليها وحتاشي حاجة البنات ما نخبيها عليكم اللي قدرت جي عندي مرحبة بها واللي ما قدرت توجدها في دارها ما كانت تشي مشكل بسلام عليكم خليت لكم مرحت الله وانطلقوا فيديو جاي ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة